في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل فليب للصور يعني نعمل لها انعكاس افقي او رأسي احنا في الفيديو اللي فات تعرفنا ازاي بنعمل اللي بنستخدمها في التعامل مع الصور وبعدين بنعمل لها بنكتب امبورت سي في تو هي اسمها سي في تو وانا بكتب از سي في عشان اسهل اسم يعني بدل ما بكتب اه سي في تو اه وانا بكتب الاوامر لا انا بكتب سي في بتبقى اسهل شوية يعني يعني بغير اسم بالطريقة دي مش شرط طبعا اسميها ممكن اسميها مسلا از اه ان شاء الله حتى محمد اي اسم يعني فانا بغير اسم عشان خاطر لما استخدم الاسم باسهل معي احنا طبعا عرفنا ازاي نقرأ الصورة بنكتب امج يساوي سي في دوت اي ام ريد وبنكتب المصار بتاع الصورة حنيجي بعدين نكتب فليب يساوي سي في دوت فليب وبعدين امج يعني اعمل لي فليب للامج دي وهنا بنكتب يا اما واحد يا اما زيرو يا اما ناقص واحد واحد يعني اعمل لي فليب في اتجاه الواي اكسز زيرو اعمل لي فليب في اتجاه ال اكس اكسز ناقص واحد اعمل لي فليب في اتجاه ال اكسز والواي وبعدين بقول cv.mshow عشان اعرض الصورة اللي انا عملت لها دي وبعدين كلمة دي ده الاسم اللي هيبقى موجود على الواجهة وبعدين ده اسم الصورة اللي انا عملت لها